السلام عليكم شكرا لكم بزاف قناة هيفا بريس وتوحشكم بزاف لأنني شحال موقعت بكم وشحال ما عملناش شليزان تيرفيو مستشنا مش موعد الحلقة اللي كنا وعدنا بعض نبيون في سنة الفين وعشرين ولكن الحمد لله بمناسبة الفين وعشرين قديم دول برنامجين كانت تفكنا عليه بالنسبة لي لدي البناني أنا كان شكور بداية كان شكور مديري العام الانوطني لأنني مش الله أنا في محمدية وشفت مجموعة رجال الأمن ورجال الحمو وشي الله جزيهم بخير واقفين وحاضرين بقوة بالسيارات ما شاء الله بالأسلحة ديالهم ما شاء الله جنود الخفاء أخدامين قوة مسلحة الملكية كلها من الجيش ومن القوة مساعدة كذلك كم الرجال الشرطة الله جزيهم بخير حتى رجال الداركتهم كنشكرهم على الحرص ديرهم الشديد على شهد ليلة دوز مجانا بخير وعلى خير أنا دابغا ديالداري إلا بغال الله بغال الله بغال ندخل بكيئة الأمنية باش نلتازم بالحجر الصحي والتازم بالرسالة الملكية وحفاظا على السلامة ديروا السلامة للمواطنين وكذلك التازم حسب التعليمات للوزارة الداخلية باش من نخلقوش البلبالة ومن ندروش المشاكيل وكانتمنى من الله تعالى يخرجت السنة 2020 بخير على خير ونستقبل سنة 2021 بحلة جديدة وتحييل مغربية الجميع ومن هدوز السنة 2020 بكل صراحة سنة 2020 دوز سكة باقي المغربية كان سنة كحلف في حياتي أسود عمغان دوزه في حياتي وسنة 2020 سنة اللي دخلت عين الله يستربل كوارث ومصائب شوفها أعز الناس بحاسي صلاح الهوماري الرجل الطيب الرجل الكريم اللي خلا بصمة طيبة في حياتنا وفي قلبنا مشاو مجموع عادل في الننا مجموع عادل ممثلين مجموع عادل شخصيات إلا أن في الأخر ندرت واحد حاجة سوينة في 2020 درتوا حاجة سوينة بإدم الله تعالى كانت انتصارات ديبلوماسية كانت انتصارات في الصحراء المغربية سيدنا اللي طول في عمرو ونصره الله انتصر من بعد الحرب الشريسة والحروب الداروس اللي خادها مع الجار الجزائر ومع مجموعة من العصابة البوليسياريو انتصرنا والصحراء الآن الحمد لله رهها مغربية وطبعا الصحراء في مغربية والمغرب وفي الصحرائيه وأنا فرحان فرحان اللي اتلقيت معكم ومع سيطاريق ومعكم أيضا هالليلة هالليلة سنحاول أن نقوم الليل ونطلب الله تعالى أنه يدخل سنة جديدة إن إن شاء الله بحل جديدة وتخلعينه بانتصارات وبالراحة وبالطمأنينة وخانات سنة 2020 تختمس عليها صارحة تختمس عليها بشوية المشاكل كان بعض اه اه شا نقول لك بعض الرقات غير شرعيين هاجموني حاربوني سبوني تهبوني نعتوني بالكافر نعتوني بالملحي تهبوني بالنصب والحتيال سبوا العائلة ديالي سبوا الأسرة ديالي تقريبا بشي أسبوع عدد لازل عندي أسود من هذه السنة كلها كتعرف كتعرف أني أنا أشترف حياني راقي مؤتماة إعلاميين وطنيين ودوليا راقي مشهور كلما على سيته كلما زاد أعدائي وهذه الحرب ليست وليدة العهد فهي منذ الأزل وانتو مرة يمكن تصلوا عليكم مجموعة الشرذمة ومجموعة الناس لما عنوش علاقة بالرقيام وغرقاتي الشرعيين وحاولوا أنهم يسبوني حاولوا أنهم يتكلموا أليا حاولوا أنهم يسيئوا السمعة يحاولوا أنهم يهينوني في الكرامة كتعرف أشترف حياني ماشي راقي عادي راقي مشهور راقي دولي راقي معروف كيعرف نقاسي وداني واللي أجج الحقد والكراهية والبغضاء هو لما عارش استيد عائشة الزهرية اللي كانت متكينة لو كانت تعمية ما كتشوف لما أشترف على العلاج رفض الله عز وجل حاولوا أنهم يهاجموني حاولوا أنهم يتهجموني حاولوا أنهم يعني كما نقولوا بغاوي أدوني بأي طريقة بأي صورة بأي وسيلة مهم كيف أكثر يلات زهرية اللي بتعال الشيء كيف أشعال الشيء أنا علم أنهم عجزوا أطباء وعجزوا مجموعة دراقات قبلكم ماذا الميزة اللي بكم سمع ماذا طريقة تعينه الله عز وجل يستحي أن يرد لعبده يديه سفرا هنا يشهد الله تعالى رب السماوات وأنا جالس في ذلك اللحظة لما دخلت عند أخت عائشة أشهد الله تعالى مجموعة من الحالات الشبيهة لكن الأخس عائشة كانت حالة مغيرة لحالات الأولى ونفضلت دكادينا وحاولت أني نسئلها بعض الأسئلة العضوية بعض الأسئلة الروحية وماذا عندك مرض سكري نعم قتل عن مرض سكري لكي لا تنسيو ونزل لك الحالة قتلوا لله ما يتعطي بالعيون ما يتعطي بالعيون ما يتعطي بالعيون أشقال لي قال يراني بي خير و الأخير مزيلا طرحت الأسئلة العضوية انتقت مأسئلة الروحية تأكدت يقيني أن السيدة مصابة بالسحر ومصابة بالعين وفي لحظة الحوار وفي ذلك اللحظة وانا كنتكلم بحضر مئة سمعين العين ديالها بالعين ببنشو سيدة سيدة مرمشات ومتحركاتش تأكدت أنها فعلا عميها مباشرة انتقلت مع هالآيات ديال النظر وآيات الشفاء وآيات الإحياء كما يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي وفبعض الآيات قال الله تعالى مي يحيي العظام مي يحيي العظام وهي رميم ومآيات الإحياء آيات السكينة آيات الشفاء لكن سر في العلاج للأخت عائشاء هو التقرب من الله عز وجل شوف ميمكنش لك تكنسلي وكنقوم الليل وكنصوم غد نخرج وغندير اضطر وغنقوم حديرا شوفوا سمعوني أنا راني كنسلي وانا لك نقوم الليل فكم من مشهور في الأرض مجهور في السماء وكم مجهور في السماء وكم مجهور في السماء مجهور في السماء وانا قلت لك في البداية أن كلما على سيتك كلما زاد أعدائك وما تتساش أن المسيرة ديلي أنا مشيعد بديسها والأعداء مشيعد ولو عندي أعداء عندي من قديم الزمن وسبق لكم صورتوا معيها فالكونفيرمون انك المشكلة دي لحجر الصحي وخرجوا الناس في طانجا وخرجوا الناس في تيطوان وخرجوا في سلاو وفرباط ومجموعة من اليوتيوبرز الحاسدين ومجموعة الرقاط الشرعيين اللي حطوا الصور ديلي واتاهموني بأنني أنا اللي انتاقلت على براق منينا لطانجا ومالطانجا ومالطانجا التيطوان وفي ليلة واحدة في ساعة واحدة خرجت الناس كلها إلا أن الحينكة والذكاء والذهاء والفطنة ديليل الشرطة القدائية الفقه الوطنية اللي يجزيهم بخير وكان حيهم منذ مبارعين نزال ديرهم اللي يعني محقوا عفوا محصوا معي التحقيق ومشطوا المنطقة واخدوا الهواتف ديليل وتأكدوا وكشكروا الولايات أمنطانجا لتأكدت أنني باريء بما نصب إلي براءة الذئب من دم بنياكم قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في الشيئينا واتبارتاجوا واتبارتاجوا ومشاركوا ومشاركوا لا تنسوا لا تنسوا اضغطوا الجرس لتوصلكم جديد